السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يا بنتي ورحمة الله تعالى وبركاته تقول أنا طالبة أزهرية أنعم وأكرم وبالطبع نحن يدرس لنا علم العقيدة أو علم التوحيد أو علم الكلام وبصراحة يعني جعلوه صعبا ومعقدا جدا لا نستوعب ولا نحن ولا حتى المدرس الذي يشرح داخل الفصل وفي بعض الأحيان أيضا حتى المفتش الذي يدخل علينا بين الحين والحين نسأله فيقول اقرؤوها هكذا في الكتاب واحفظوها هكذا في الكتاب واكتبوها هكذا في الامتحاب سواء فهمتوا أو لم تفهموا وبالطبع ما يدرس لنا في العقائد أو في العقيدة من باب الصفات يعني الأسماء والصفات في مخالفات صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة لمذهب السلف فماذا يفعل من لم يدرس علما شرعيا صحيحا قبل أن يخوض غمار هذا الأمر هو الواجب طبعا يعني من ساعة أن نلتحق الواجب أن احنا أول شيء نعمله على سبيل الوقاية فالوقاية خير من العلاج أن احنا ندرس علم العقيدة علم التوحيد من عقائد أهل السنة والجماعة بين قسين عقائد السلف الصالح هذا واجب ليه لأنه هو أقوى وقاية أعظم وقاية حتى إذا ما جاء شيء من الشبهات أو شيء من الأقطاع العقدية أكون أنا أصلا فاهم عقيدة السلف فهما صحيحا والتوحيد قبل كل شيء وفي كلمة طيبة جميلة لشيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى كان يقول التوحيد قبل توحيد الكلمة التوحيد يعني الدعوة لتوحيد الله عز وجل قبل فكر التوحيد الكلمة وتوحيد الصفوف لأن احنا لن تتوحد كلمتنا ولم تتوحد صفوهنا إلا على توحيد صحيح لله عز وجل على عقيدة السلف الصالح عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى فهذا هو الأول إن احنا ندرس دراسة جيدة عقيدة أهل السنة والجماعة بين قصين عقيدة السلف الصالح عليهم جميعا ردوان الله تبارك وتعالى طيب ما عملناش كده يبقى في هذه الحالة لما ندرس مسألة من مسائل علم الكلام على طول فورا نسأل فيها شيء مباشرة ما صحت هذا أو خطأه فإذا بانت صحته أهلا وسهلا إذا بان خطأه اجتنبناه طيب نحن هنختبر فيه لما تختبر فيه اكتب كما قال الموجه أو المفتش اكتبها كما وجدتها أو قرأتها أو كما حفظتها في الكتاب وبالفعل كلام ابنتنا السائلة كلام صحيح إنه كثير من مسائله معقد جدا وصعب جدا ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم عقائد السلف الصالح عقائد السلف الصالح الصحيحة إنه ولي ذلك والقادر علي وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ترجمة نانسي قنقر